حفنة تمر لست أدري كم كان عمري حين ذاك ولكنني أذكر أن الناس حين كانوا يرونني مع جدي يربطون على رأسي ويقرصونني في خدي سألت جدي ذات يوم عن جارنا مسعود فأجاب إنه خامل انظر إلى هذا الحقل الممتد من طرف القرية إلى النهر كل ذلك كان موروثا حلالا له نعم يا بني كانت كلها قبل أربعين عاما له ثلثاها الآن لي ولم أكن أملك فدانا واحدا حين قدمت إلى هذا البلد وأظنني سأشتري الثلثة الباقية قريبا أنا أحب الأرض وأعشقها وأتفانى في عملي تذكرت مسعود وجلبابه القديم وحماره الأعرج ذسر جل مكسور وقلت في نفسي ليتجدي لا يفعل وفيما أنا كذلك لمحته قادما نحونا سلم وقال اليوم سنجني التمر رددنا السلام وهب جدي واقفا ثم شدني من يدي وذهبنا لنحضر الجنية والكيل كان مسعود واقفا خلف الحجد كأن الأمر لا يعنيه مع أن التمر كان من نخله هو صارت تمر أكواما ثم رأيت عمالا أقبلوا وأخذوا يكيلونه ويصبونه في أكياس عددتها فإذا هي ثلاثون وأقبل الحاضرون يبحصون الثمار الذهبية ويتذوقونها بينما مسعود لم يغير وقفته ينبش الأرض بذوائبة عكازته أعطاني جدي حفنة تمر رحت أمضغه لأتذوق حلاوته وانفض الجمع عدى جدي ومسعودا وأحد العمال وبدأت القسمة أخذ جدي عشرين كيسا وكان نصيب مسعود عشرة أكياس ضمها جدي إلى منابه بعد أن تحاسب ولكنه فيما يبدو ساءه حال جاره فأرجع له منها ثلاثة لم أفهم شيئا ونظرت إلى مسعود فرأيته زائغ العينين وشعرت بنفسي أقترب منه وهو واجم لا ينبس بكلمة وأحسست بألم حاد في حلقي وعدوت مبتعدا وأسرعت في العد كأنني أحمل في داخل صدري حجرا ثقيلا مؤلما ووصلت إلى حافة النهر ولست أعرف السبب ولكنني أدخلت إصبعي في حلقي وتقيأت التمر الذي أكلت أكتشف أشرح ألف أعوض المفردة المسطرة بما يفيد المعنى نفسه انفض الجمع عدا جدي ومسعودا وأحد العمال انصرف الجمع عدا جدي ومسعودا وأحد العمال باء أكتب الحروف الهجائية من الحرف الحادي عشر إلى الحرف العشرين وأحفظها مرتبة زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء أعمق فهمي أولا أحدد علاقة الجد بالأرض وأدعم ذلك بقارينة أقرأها قراءة جهرية تبدو علاقة الجد بالأرض علاقة عشق لا ينتهي أنا أحب الأرض وأعشقها وأتفانى في عملي ثانيا أحدد علاقة مسعود بالأرض علاقة مسعود بالأرض علاقة لا مبالاة فهو لا يعيرها أي اهتمام ثالثا أقارن بين العلاقتين علاقة الأول بالأرض لا تكاد تنتهي فعشق الجد لأرضه لا متناهي والثاني لا يأبى حتى مراقبة منتوجها رابعا على مسعود دين يجب أن يؤديه للجد أستخرج ما يدل على ذلك وانفض الجمع عدا جدي ومسعودا وأحد العمال وبدأت القسمة أخذ جدي عشرين كيسا وكان نصيب مسعود عشرة أكياس ضمها جدي إلى منابه بعد أن تحاسب ولكنه فيما يبدو ساءه حال جاره فأرجع له منها ثلاثة أحلل أولا يختلف الجد عن مسعود أبين أوجها الاختلاف الجد محب عاشق للأرض مسعود خامل غير مهتم بالأرض ثانيا وردت في النص شخصية جماعية أحددها وأقرأ الأعمال التي قامت بها تمثلت الشخصية في العمال الأعمال التي قاموا بها قاموا بكيل التمر وصبوه في أكياس أبدي رأيي أحدد موقف الحفيد من مسعود يبدو موقف الحفيد من مسعود موقف الشافق على مسعود أبدي رأيي في هذا الموقف أرى أن الحفيد ذو إحساس مرهف وأخلاق عالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر